السلام عليكم. مع حضراتكم سيد 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 محمد نجيب المدرس الشريف الخاصة للغات. في الفيديو ده هنعرض على حضراتكم ازاي تقدر تصممه الشريحة التقديمية او النموذج او البوستر اللي مطلوب منك انك تعمله في البحث. في الفيديو اللي فات شفنا نموذج للتصميم بتاع البوستر على سبيل المثال البوستر اللي موجود قدام حضراتكم. دلوقتي هنشوف ازاي تقدر تصممه. طبعا النموذج ده انا صممته على الورد الخاص بيا. المثبت على الجهاز بتاعي. ولكن انا مش هعتمد على الورد ده في الشغل ده. هبدأ اني اعتمد على الورد انلاين. علشان اقدر اني اوضح لحضراتكم ازاي تقدر تستفيد من الورد انلاين اللي موجود عندك على المنصة. طبعا هفتح في بداية الحساب بتاعي على المنصة. من خلال الضغط على صورتك هتلاقي فيه رمز لأوفيس. هتدخل عليه. انت عايز تستخدم اكسل بوربوينت وورد. الشريحة التقديمية الافضل لها دايما ببوربوينت. لو انت عايز تستخدم وورد مافيش مشكلة. سواء هتصممه هنا او هتصممه هنا ده اختيار خاص بيك. الاتنين ادوتهم واحدة. على سبيل المثال هدخل هنا على البوربوينت. هو دلوقتي فتح لك وجهة البوربوينت من غير ما يكون اصلا على جهازك في حالة لو انت مسلا ما عندكش في حالة لو انت مسلا ما عندكش نسخة من يبقى انت احنا شغالين دلوقتي على المنصة عادي جدا نسخة الوفيس اونلاين اللي موجودة على المنصة. اه ملحوظة كل الشغل اللي انت بتعمله هنا بيكون محفوظ على حسابك في زي ما احنا ما هنشوف كمان شوية. انا اقدر بقاني احدد الاشكال دي واحزفها او بقاني اضاد عليها واطلب من ان تخليها لي عشان مش عايز اي حاجة في سلايد دي اعتقد عايز سلايد حرة تماما اقدر اصمم فيها اللي انا عايزه براحتي. هنفتع كده التصميم قدامنا علشان نشوف الفكرة بتاعته. احنا هنا استخدمنا مجموعة من المربعات او مجموعة من الاشكال ورتبناها بالشكل اللي احنا عايزينه. انا هبدأ هنا باني هقول له انسيرت الشكل اللي انت عايز تستخدمه. انت حور في استخدام الشكل اللي انت اه تعمله يعني حسب الشكل اللي انت عايز تفضل انك تستخدمه. على سبيل المثال الشكل اللي انا استخدمت هو الشكل ده. وبدأ انه يدرج لك الشكل. بتسحبه للاتجاه اللي انت عايزه. لو انت عايز تغير في اللون بتاع الشكل ده. بتقدر انك تغير في لونه عادي. من خلال الفل. لو انت عايز تغير في لون الخطوط بتاعته بتقدر تجيبها من خلال الاوتلاين. فمسلا انا عايز الاوتلاين بتاع هيكون بالاصفر. طبعا انت هنا هتختار الشكل اللي انت عايزه. عايز العب فيها تاني. تقدر بقى انك تدخل على مجرد تحددها. تضغط على التابة بتاعت الشيب. مقت فتظهر لك التعليمات بتاعتها تاني. طيب لو انا دلوقتي. لو انا دلوقتي مش محدد الشكل. هتلاقي خانة ما هيش ظاهرة. لازم احددها علشان خانة تظهر. طبعا هتضغط كنترول زيد عشان يعملي التراجع. علشان نستخدمها باللون الازرق زي ما احنا مصممناها في اول مرة. لاحظ بان في خاصية للحفظ التلقائي من غير ما انت ما تحفظ على حسابك في الادمودو. طيب. انا دلوقتي عملت الشكل ده. هبدأ ان اعمل شكل تاني. على سبيل المسال انا كنت باختار الشكل ده. بعد ما عملت الشكل ده تقدر بقى انك تيجي تقول له انسيرت. وتعمل شكل تاني. وتبدأ بقى بقى انك تنسخه حسب ما انت عايز. لاحظ ان اسناء العمل بيزهر لك خط اللي موجود ده بيقول لك بقى ان كده الشكلين متوسطين على نفس الخط الافتراضي ده. بعد كده بابدأ اني اعمل اللي انا عايزه. طيب انا عايز اعمل الشكلين دول هنا برضو على الشمال. ما تضيعش وقتك هتحدد. هتضغط كنترول وهتحدد الشكلين. بعدين تاخدهم نسخ. وهتلزقهم بكنترول في. فهتجيبهم مثلا هنا. يبقى احنا كده اعملنا اول شكلين اللي موجودين عندنا. طيب. عايز مجموعة من الدوائر. برضو والدايلة. طبعا تقدر تكبرها او تصغرها او تعملها. ولكن لاحظ بان الدائرة مع التحكم فيها. لاحظ ان ابعادها بتختلف. طيب علشان احافظ على ابعادها واحفظ دائرة. يعني مثلا انا مش عايزها بيضاوية انا عايزها دائرة كاملة. هتضغط على زرارة الشفت اثناء تجبيرك للشكل. فالشفت هيحافظ لك على الشكل اللي انت بتعمله على حسب ايه اللي انت بتحققه. على سبيل المسال انا برجع للشكل الاصلي بتاع الدايرة. علشان لما اكبر او انا ضغط هتلاحظ بان الدايرة بتحافظ على مجالها. طبعا بعد ما اخدها مثلا الحجم اللي انا عايزه هيجي قلها كنترول سي. بعد كده اضغط كنترول في. كنترول سي للنسخ. وكنترول في لللصق. انا كده بقى عندي الدايرتين اللي موجودين. تقدر بقى انك تحط علامات الاستفهام وعلامات الاسهم زي ما انت عايز. عن طريق برضو. ونقل السهم اللي انت عايزه. انت عايز السهم بالشكل ده. من حقق بقى انك تستخدمه. لو انت عايز السهم بتاعك. بالشكل ده. مفيش مشكلة. بعد كده بقى بتبدأ انك تعمل له تدوير من خلال انك تحدده وبعدين بتلاقي رمز التدوير زي ما تملاحظين هنا. فبتبدأ انك تدوره على حسب انت عايز توجهه فين. على سبيل المثال احنا عملنا الشكل كده. بعد كده. هيجي واحرر الشكل ده. طيب انا دلوقتي قدامي مشكلة بقى ان الحدود بتاعته لو انتوا لاحظتم. هتلاقي بقى ان الحدود بتاعته ظهره فوق. طيب اتصرف ازاي? بتحدد الشكل. بعد كده كليك يمين وتقول له send to back. اصبح هنا الشكل الدايرة هي اللي بينه فوق فالخط النهائي بتاع السهمة ما هوش واضح ولا. بيعمل لي اي مشاكل في الصورة بتاعتي. طبعا انا هنسخ ده كمان مرة. وهبدأ اني احطه بشكل طبيعي. يبقى انا كده الاسهم اللي انا كنت عايزها اتعمل اتفضل لي الشكل ده والدايرتين والشكل التاني. انا هدخل. ممكن اخد الشكل ده وقول له هدخل لكوبي. عن طريق كنترول سي. او عن طريق استخدام الكومند بتاع كوبي عادي ما فيش مشكلة. بعد كده هعمل الدايرتين والمستطيل اللي تحتوهم. ممكن ااخد الدايرة دي جاهزة. فياخد واحدة هنا. واخد التانية هنا. لاحظ ان اثناء حركتي بيبدأ يقول لي ان كده الشكل متباعد. بنفس البعد بتاع الدايرة التانية اللي على اليمين الصفحة عن الشكل اللي موسطيل اللي موجود تحت. وبأنهم الاثنين في نفس المستوى. بعد كده اقدر مسلا باني اخدوا مستطيل ده. مرة هلزقوا هنا ومرة هلزقوا هنا. لاحظوا ان اثناء الحركة بيصار الخطين دول بقى انه بيقول لك ان الشكل ده او المستطيل ده خلاص هو ماشي مع نفس المستطيل اللي الفات والشكل اللي جايلي بشكل الخط اللي جايلي بشكل رأسي بيوضح بقى المستطيل ده قاسم فعلا داينا نصين. انا كده خلاص انتجت الشكل اللي انا عايزه فاضي للساهمين دول بقدر اخدهم همه كمال كنسغ. واقول له سندتو باك. طيب. انا هستخدم احدى الخواص الارض باني هاجي انسخ الشكل ده. علشان استخدمه هنا في اليمين. طيب. انا دلوقتي الشكل ده جاهز لاني احضطه هنا. بس الشكل عندي السهم بتاعي راسه جاي في اتجاه مختلف. طيب. زي ما انتو شايفين. طيب ازاي يقدر احل المشكلة ديت. بكل بساطة انت هتيجي. على قيبة ومن خلال هتلاقي الروتيت. هتقدر بقى انك تقول له الابهالي بشكل راسي او افقي. فهنا الابهالي على طول من غير معاعد اعمل فيها تعديلات الى الشكل التاني. طبعا بتأكد بقى انها ماشية مع السهم التاني في نفس البعد وبعد كده بقدر بقى اني احددها او اقدر بقى اني احدد الشكل ده مرة واحدة بدل ما احدد السهمين واقول له سند تو فرونت او بلينج تو فرونت. بكده الشكل ده اصبح شكل جاهز تماما للكتاب عليه. طيب هتكتب على الشكل ازاي قدامك حاجة من الاثنين. الحاجة الاولانية بقى انك تقدر انك تضغط على الشكل وتبقى انك تكتب على طول. على سبيل المثال. ده الشكل الاولاني في الكتابة. بعد كده بتقدر بانك تحرر الخط والامكانيات بتاعتك من خلال هوم. عايز نون الخط ايه? طيب. عايز الحجم بتاع الخط قد ايه? انت عايز الخط نوع ايه? عايز الخط عريض? عايزه ميل? عايزه فيه خط? عايز تمسح التنسيق بتاعه خالص وترجعه الوضع الافتراضي? انت حر في الاعدادات اللي انت هتخرج بيها العمل بتاعك. طيب. ده شكل او طريق طريقة من الطريقتين. ودايما بفضل باني استخدمها لانها بتوفر عليك الوقت. مع اعادة تنسيق المخطط بتاعك او الشريحة التخدمية بتاعتك. طيب انا دلوقتي عايز اشتغل على الشريحة ديه بالشكل التاني. بتعمل ايه? بتدخل على انسيرت. وبعد كده هتلاقي تيكست بوكس. هتيجي انك تدرج مربع ناص. وهتحطوا على ايه شكل فيهم? وتبدأ انك هتاخدوا على اد الشكل ده. على سبيل المثال. انا هبدأ احرر مربع النص بكتابة ايه كلمات فيه. هحدد النص كاملة من خلال الكنترول ايه. وبعد كده اكبره بكنترول دل. اصغره بكنترول جيم. لاحظ بانه اثناء اي تعديل انا بعمله. هو بيحفظ اوتوماتيك. طيب. انا دلوقتي اجي اقدر باني اجي على مربع النص. اجي اقول له تحرير. او اني اظهره فوق الشكل. في حالة لو انت لقيتم مناوب ربع النص بتاعك جيه وراء. الاهم بانك تنتبه كويس جدا وانت بتكتب بانك لما تيجي تحرك شكل لازم تحرك معه مربع النص بتاعه. طيب. انا دلوقتي عايز اتلاعب بالالوان بتاعت الاشكال ديته. زي ما احنا ما قلنا قبل كده انت هتقدر بانك تحدد الشكل وبعدين تظهر لقيمة هتدخل عليها. هتلاقي بان في بانجموعة من الاشكال المقترحة او زي الاوليب ديت. ممكن تختار الاوليب من الاوليب زي الاوليب ده. ممكن انك تختار له من قيمة مختصرة بانك انت عايز بتاعه اللون ده. عايز بتاعه اللي هو الخط الخريجي بتاع الشكل باللون ده. تقدر بانك تعمل كل اللي انت عايزه فيه الشكل من خلال قيمة الشيبز. هنا بقى بتبدأ بقى انك تحرر النص بتاعك بالطريقة اللي انت شايفها وحسب المخطط اللي انت عايزت انك تحققه. ما انتاش المخطط اللي احنا بنعمله ده والشريحة التقديمية اللي احنا بنعملها ديت هي شريحة استرشادية ما هيش الزامية بالناسبة لحضراتكم. هي مجرد شريحة انتو بتتعرفوا عليها ازاي تقدروا بانكم تصمموا او بنتعلم عليها الفكرة في التصميم. بعد ما تخلص تقدر بانك تعمل فايل. وتعمل نيم للفايل بتاعك. فمثلا تسميه. بوستر. علوم. او بوستر ساينز. تقدر بانك تدون نسخة من الملف ده على جهازك. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي بانك انت شغال على السحابة. او انت شغال دلوقتي على. طب بتقدر بانك تحتفظ بنسخة من الملف ده على جهازك بانك بتبدأ انك تدونها على الموبايل بتاعك او على اللاب بتاعك. او على اي جهاز انت بتستخدمه. عايز تنزلها كملف بوربوينت ما فيش مشكلة. عايز تنزله كملف بي دي اف ما يقدرش حد يعدل فيه ما فيش مشكلة. التالتة ديات انت مش هتحتاجها حاليا في الوقت الحالي. لو انت عايز تطبعها. لو انت هتسلم البحث بتاعك يا ده وتقدر بانك تدخل على بيانات الطباعة وبانك تقدر انك تدخل تطبع بالشكل تقليدي جدا. طيب. انا دلوقتي خلصت. الشغل في الملف بتاعي. وهو دايما قال لي خلاص هو سيفد. فانت هنا متأكد بانك في حالة لو انت قفلت البراوزر انت هنا متأكد بانه حفظ خلاص وانهاء الحفظ. طيب هتعمل ايه بعد ما انت ما تخلص? بكل طيب. انا دلوقتي رجعت لي الصفحة بتاعتي على مؤسسة ادمود. بعد ما كنا استخدمنا الاوفيس اونلاين. انا رجعت على صفحتي على مؤسسة ادمود. هتدخل ببساطة على المكتبة بتاعتك. هتلاحظ. ان ملف سينز هيبقى موجود هنا. هو حفظه بالاسم ده. ما احتفظش باعادة التسمية اللي احنا عملناها. لو انت نغطى عليه مرتين. هتلاقي الملف اللي احنا صامل ما دلوقتي بيزهر قدام حضرتك. ده بكل بساطة ازاي تقدر تصمم الشريحة التقديمية. طيب هو ما حفظش قاعدة التسمية بتاعتي تقدر بقى انك تضغط عليه وتعمل له ادت وتعيد التسمية بتاعت الملف. خلي بالك من حاجة. احيان الورد اونلاين او اي خدمات انت بتستخدمها اونلاين بيبقى فيها مشكلة باللغة العربية. يستحسن بقى انك ما تسميش اي ملف خاص بيك باللغة العربية الا لو انت هتاخده على جهازك وهترفعه من جهازك. انما في الخدمات اللي انت بتعملها اونلاين زي مثلا الورد اونلاين او كده. يفضل بقى انك تستخدم هنعمل قاعدة التسمية ويفضل بقى انك تستخدم اللغة الانجليزية. كل اللي انت وحضراتكم شايفينه في اسم الملف ده هو عبارة عن الاسم العربي اللي احنا تعمدنا بقى نحطه عشان نوري حضراتكم بعض الاشكاليات اللي ممكن تقابلك. طبعا ما تحطش اسم ملف باللغة العربية. علشان تقدر بانك تقدر تسترجع الملفات دي. احنا دلوقتي بنتكلم على اننا عملنا ملف واحد فما فيش مشكلة باننا نسميه باي اسم. ولكن لو انت دلوقتي اتشغال في الدراسة. لكن لو انت شغال دلوقتي اثناء الدراسة. هتلاقي بان عندك كمية ملفات كتيرة انت مش فاكر انه واحد فيهم الاسم كزا او انه واحد فيهم اللي انت عايز انك تبعته. فطبعا هتضيع لنفسك وقت. فانت نصيحة احفظ اسمك انجليزي سواء بقى من خلال الرموز او من خلال اي حاجة انت عايزها. وابدأ انك قول له update file. هنا هيبدأ بانه عمل اسم الملف عادي جدا بدون اي مشاكل. لو انت ضغطت عليها هتلاقي بان نفس الفايل بيفتح لك بدون اي مشكلة. فبالتالي لازم حضرك تتأكد اسناء استخدامك لخدمات office online بانك تستخدم الاسم بتاع الملف يكون باللغة الانجليزية. لو انت عايز بانك تتلعب في المساحة انت عايز تحفظه فين او عايز تسميه ايه تقدر بانك تضغط هنا على الاسم على طول او تقدر بانك تضغط هنا على اللايبراري فيوريك مكان حفظه على طول بشكل مباشر. طبعا انت هتقدر تعيد تنظيم اللايبراري بتاعتك بانك تقدر بانك تعمل تعديل للملف او تعيد تنظيم الملف بحيث بانك تنقله في ملف تاني او في مجلد تاني وتعمل مجموعة من المجلدات اللي انت تنظم بها شغلك. شكرا لحضراتكم واتمنى لجميع ابناءنا كل التوفيق.